نسمع ان الناس معينة عندها ريسك كبير برشا باش انها متنجمش تقاوم لمرض هذي كيما الناس الكبار في العمر الناس اللي تعاني من امراض السكري الناس زادة اللي عندها مشاكل في القلب اذاك عليش يحضر بحثنا اليوم دكتور محمد بن صالح طبي مختص في امراض القلب وكي تبعا مساعد في عماية الاطباء سباح الخير ومرحباك مرحبا بيك دكتور مرحبا بيك دكتور مرحبا بيك دكتور نختار على الناس اللي عندها ضعف في المناع وإلا الناس اللي عندها مشاكل صحية كيما الامراض المزمنة كيما قلت نحكيها على السكر نحكيها على الدم نحكيها على امراض القلب والشرايين عليش الفيروس يلتاك الناس هذو ما بذاته اه شكرا على استضافة اليوم بيش نحاول نحكي بصفاء المياه بيش نستند التقرير معناها الامريكي كوليج كارديولوجي اه اليوم السلطة المهمة في امراض القلب العالم واللي حاول بيش يحصر المعناها كل ما هو تابعات المرض الكورونا وكل ما يجب فعله عند الناس اللي عندها امراض القلب وضغط الدم باي هو التقرير باش بده ملول ابده كما قوله بعممية العمومية اللولة هي بتبيع الفيروس وقداش بده بده عام في ديسمبر الفين وانترميديا اه الكوفيد الكورونا فيروس ديزيز دو ميل ديزنوف الي بده في مدين تواعن في الشين وخاصة نركز على انه الانسان بالنسبة للفيروس هذا هو سينوت انترميديا حسن وانه الانسان بالنسبة ليس معنا الجامعين على العمل وانه الوف وهو في الدهução المترجم للإطار الصحي المترجم للإطار الصحي أحيث آسف يجب أن تجمع جنود المتاع يجب أن تحضرهم في بلاستر لا تجمع أن تضعهم في مستقبل أو لا يكونوا محميين بصفة كاملة على خطر أن تصور إطار الصحي والشاب الصحي ونفسه يمرض لا يجب أن نعلم شيء لا يجب أن نعلم شيء لا يجب أن نعلم شيء لا يجب أن تضع بصفة أعتباطية في البلايس معينة يجب أن يكون زادا عارف شو يعمل عنده وسائل حماية لازمة فبداية زادا يكون معناها فهم معناها كما نقول التسلسل 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 بعد ثاني حاجة تقرير كان المرتاليتي المرتاليتي اليه يتخوف على خطر هو التواشغ يقرر هلو 5% من الحالات يصوب لتوك السمتوماتيك معناها عندهم شوية أعراض وأنا فممش أعراض بالكل لكن المرتاليتي مثلاً في الصين المرتاليتي أقصد 2.3% هذه في الصين المرتاليتي في إطارية 28% مهو 9% ما هي الأسباب التي نجمنا في المنو؟ بالنسبة للسين الأمور واضحة السينيين كانوا حاضرين الفيروس هذا متحاضرين حتى لو كانوا فاقوا بأربع يام خمسة يام جمعة من أول نهار خذوا ومعناها قولوا إحدياتات وعملوا سبيطار في عشرة يام ومحتاطين هو على خطر كما يقولوا تعدى عليهم الشيء ذاقم في دو ميل تروى السارسكوف اللي هو معناها أخطر من الفيروس هذا لذلك زاد عمل أكثر معناها مرتاليته وخاصة أن السارسكوف هذا كان في الصين لا تشارش بصفة كبيرة في العالم كم الفيروس هذا معناها فيما ناس متحضرين حاضرين من أول نهار فهموا أنه فيما فيروس كورونا حضروا رواحهم ومعناها وعملوا لازم بالنسبة لإيطاليا التودو مرتاليته فيما برش أسباب فيما عبد يرجعوا هذه المتاشى عن الفيروس يقولوا أن الفيروس في إيطاليا أكثر خطورة من الفيروس اللي في السر وهو صحيح لحدته هذا والغاق؟ صحيح أفهموا دف فهموا الفهم اس والفهم أل الفهم أل هذه هي اللي شافوه في إيطاليا وهي اللي تعتقد بلزة فورم أغراف وهو نجم يسيلو موتاسيون أخرى نجم 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 موتاسيون هذه تكون في صالحنا كما ضدنا نجم في صالحنا أن تردو أضعف كما تكون ضدنا تردو أقوى من قبل نجم يسطرنا نحن الفيروس واحد واحد وهو واحد 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 ما كمانيش نجم موتاسيون ضدنا ولا معنا زادة اطلايا المخذاوش المور يمكن بجدية من لون خم شوية رتع ثلاث حاجة وهي المهمة ياسر واللي معناها بتاتل يزم العبات تفهمها راهو البرسونال ميديكال وبراميديكال راهو عندو اللي يميت روما أولا بشر وراهو ينجم يتعب معنا انتي كي تاخو طبا وتخليهم يخدموا في ظروف صعيبة في فترة كبيرة راهو ماليهم إلا بشي تعبوا دانك البرسونال السوانيان زادة حكم ياسر في هال معناها لغومنتاسيون دوتو دوم مورتاليتي زادة البرسونال سوانيان زادة معناها في لحظة من اللحظات بشي حاول زادة يأخو الاحتياطات اللازم بشي قاف على روحه دكتور غنتي قتلي الهني وصلت تود مقتلتي وصلت الثمانية فاصل في إيطاليا العبيد اللي توفيه هيدو ما نحن ناس ما يقوله انه أكثر عدد من الوفيات يكون عند الناس الكبار ولا الناس اللي عندها مشاكل صحيح الهذاية بالحق صحيح هو في اللي كما يقوله توتيغلاتيف معناها من ناحية النسبية النسبة متاع الوفيات عند العبيد الكبار في العمر أكثر من العبيد الصغار لكن ما هو مش كان الكبار اللي ماتوا بالكورونا فيروس تم تعرف انه الزغار زادة ماتوا بالكورونا فيروس والعدد دراه ما هو شي ضعيف صحيح عدد ضعيف عند الزغيرات الزغيرات الأقل من عشر سنين وهذوكم بالحق التوم متاعهم مضعيف في المرتاليتي ولا حتى انهم يمرضوا مهيكم مهي الزغار هذوما يمثوا انفكتور دولا مالادي معناه نجم هما ينقلوا مرض من الحاجة لحاجة هذا كالش احنا يزمرو دوبارنا شيء هذي مهي ديما غولاتيف ما الكبار هما بتبيع المناعة متاعهم أقل عندهم أكثر مرض مزمنة كдержا ابسلتو نعم كل بصفك 啥 ركزوا على امراض القلب والشغي اذا اول حاجه يقول الناس اللي عندها امراض القلب هي ناس أكثر عرضة أنه معناها العباد العادي معناها عند القلب هو معناها عرضة أكثر أنه يمرض بالكورونا بالإنسان العاد وفي نفس الوقت وقته يمرض بالكورونا يلفاء معناها بريزونتي نحن نقوله دي فورميغراف معناها وقته إنسان عنده القلب ولا عنده أمراض القلب يمرض بالكورونا نتوقع ديما إنفورمغراف حتى لو كان ما عم ببداوش لسمتوم قوين من اللو لكن نتوقع ديما إنه لشوز بانساغرافي إذلك يقول لك يزمك تتعرف عليهم مرضى دومة في أقرب وقت وتحاول زادة توليزيزول ربيد موت بعدهم معناها عن ناس الأخرين خاطر زادة أمراض القلب ساعة تلقون بحث بعضهم مثلا في قسم قلب مثلا أنتقى ناس معنا لا يقدر بجناب بعضها وراه القومية لا أسأل منها تكون سهلة على أخره غابية تكون سريعة تشوف أنت في إيتاليا أو فرنسا أو أميركا بالنسبة للكورونا بالطبيعة حنا قلنا راهوا لعندهم القلب أكثر عوضة وهو بيدو الفيروس هدايا يتسبب في مشاكل في القلب دكار حتى لو عندو القلب تجمس له دي كمليكايات في القلب على خطر الفيروس ودخلط فيي بسبب الضعف وكأنهم يتسبب في ضغط الضعف ونصبع examiner ومنذكروا مشكلة في الكورونا ونرى حتى في الضعف الى التهاب العظلة ويصبح الضعف ومعناها نوصل حتى العبدة الذكية نستعمله معناها سكونابل احنا باللغة الطبية معناها القلب يضعف معاش ناجم يقدر يقوم بالمهام بتاعه نردحوها القلب ونعمل إنسيركولاسيون معناها برنا من البدن باش نعوذوها كالعضلة لك الضعيفة حتى في نوفى الالتهاب ونرجع معناها الأمور الإصابة ناجم يسبح حتى في جلطة قلبي على خطر الفيروس معناها الإنسان اللي حامل الفيروس يبدأ عنده أنسرتان وحنا نقوله أنسترس متابوليك يبدأ معناها الجسم ممتع ومش مرتاح يبدأ يتادو استرس وذي نجم يسبح عند عباد معينة اللي عنده من السدادة في الشرعين يسبح في جلطة قلبي إمام البريفي حتى الاريكاردياك وذي شفناه حتى في الشرع في الصين ولا في بلدين أخرى أي داروا برشاك كفاش العباد مت في الشرع هذاك عباد عمت أناريكاردياك دون بلي معناها عمت إنفورمغراف والقلب بك وقف معناها أما ما تجيش فجأة هذي ما تجيش تودانك ولي حال هو اللي بواريفي فجأة لأي هما طوا بالنسبة للفيروس اللي فورمغراف عادة يقول لك يبدأوا بين سابع ثمين يوم بعد الانفكسيا بعد ما يبدأوا للسامتوم يعني من لولي بدأوا للسامتوم وبعد ما تعرش أسكل عبدا ذاك بشمشي في إنفورمغراف ولا بشتمشي لحكاية معناها كما نقوله إحنا تقرير يوصي أطباء القلب يقول لهم منشيكونوا ديما حاضرين بشيعاونوا في البيزانشاج دي پاسيون خاطر هما أطباء القلب ما همش كما نقوله المتاع الخدمة المتاع الخدمة هو المتسان الجانتيست طبيب الاستعجالي طبيب الإنعاش طبيب الاستدرية طبيب الأمراض الجرثومية هذو ما لأطباء القلب يزموا ديما يكون حاضر بشيعاونهم كل مرة احتاجوا هما الإعانة ولا احتاجوا معناها الوجود حتى الانفومات جام حتى بوي وخاصة معناه احنا فما نكزى ما ينعملوه ديما اللي هو الجهاز الصادية بالقلب والليكوغرافيك كارديات اللي يورينا معناها العضلة فيش مشكل في العضلة فماشي ضعف في العضلة وكل شيء شو ننصحوا الناس هذوما دكتور باش يستحفظ على صحتهم ويستحفظ على رواحهم شو خطول يتكون عندهم مشاكل معناها في القلب ديجا هو طوى التقريب بعد خلف البطبيعة في كل ما هنا صح هو طوى شي قل يقول لك بالنسبة لأن الناس اللي عندها مرض القلب واللي عنده عيادات الفترة ذي سواء في المستشفى سواء في عيادة خاصة لو كان الانسان هذي وكان الانسان لذي أموره بيئة معناها استابل التنسيون بيئة القلب معناها حاط القلب مستقرة هما فمشت عقورات راهو ينجم ما يسودي بلاس با للسبيتار ولا سودي بلاس با للعيادة على خطر ذاك معناها يمثل اختر متاسكونا بالنفكشون وزوكم يعني أنك انتي كل بس عليك تمشي البلاسة تختلط بمرضى أخرين النجم تمرض سعي بوصيهم يقول لمن النجم معناها يبعث حد من العائلة ولا ينجم حتى بالتليفون يكلم بطبيبهم والدكتور ينصح يقول له مثلا نجيش ما تجي ما تجيش واصل بالدواء ذاكا ما تواصلش معنا ينجم يعمل كونسلتاشون بالتليفون بالتليفون تفاديان باش أنه يحتك بالعبيد تفاديان أنه يحتك بالعبيد خطر ما تجمش تعرف انتي تمشي في عيادة حتى في المستشفى ولا في أي بلاسة شكوني لذمون لكنه لي قاعد بحذيك ما وش إنسان يمين بالكورونا واسمتماتيك ولا البلاسة اللي قاعدت عليها انتي ماني يشترك ورام لكاسمتماتيك موجودين رام يدوروا معنا في المجتمع ورام ناس منعش ما عندوش حاجة كبيرة شوية كوحة عادية شوية مباثران ويجري ما فماش علامات كبيرة فماش السخانة الكبيرة كالسقونة فريصون ذاكرك فماش العلامات الكبيرة اللي تقول لك الذكاء عنه تمتنين فمحتى طوى مرة أفرشت على فيديو على دكتور في فرنسا هو استنمت ساع معناه استعجالي يحكي على حكيتهم معناه كيفيش مرض بالكورونا قال هو واحده هو الانسي ستي بورفيرلو تست حاسب شوية صغانة شوية غريج مشي واحده بالنسبة لي هو ما حاسش بعلمات كبيرة واذا تصورت به باستعجيلي معناه يعني نجم معناه في وسط الخدمة بتاع وزيد معناها يعدي ناس أخرين معناه حسب العلمات الصغيرة أشك بشوية في كونتكش دي بيديمي وكل شي مشي عمل التأس ترقى رحوا بوزيتيف أدرك هو معناه اللي يحكي عيفي رحوا وقال لكم ما حاسش بعلمات كبيرة علامات عادية جدا معناه Vieي donc ما touchingوش للعيادات يقتصرو كامش على le konsultation بالتيلي藤ون يخضون الاستشارات هذه بيانسور في أقصى الحالي يتكون ان شاء الله هما بشيخرج مدار مردة القلبة وشرايا حوالو ما يخرجوش مدار فميش حاجة في عنفасти نظ operators في الريجيمي المنتار هو طوى هي ركزو عن كل ما هو باه일 المناع كل الأوكلات البهين المعنى على الفيتامين سي يزمروا باله بنسبة لمرضى القلب عندهم كل ما هو مالح يعني يرد باله ما يكثرش من الملح خاطر بتباع الملح بشوصل التعكورات كبيرة معناها يركز على النوم يزمن النوم يكون زادا معناها النوم مرتاح خاطر قلة النوم زادا برميلي فاكتور يطيحه في اليمينيتي معناها سيدي فاكتور جينيرون فماش حاجة خاصة سبيسيال معلمه بطبيعة فما سكية معناها احنا بلغتنا نقوله معناها نساقح العامة لنسكل هذيه وبنسبة لمرضى القلب فما نساقح خاصة بطبيعة خاصة في الأكل في الملح يبعدوا على كل ما هم يأكله مثلا دسيمة هذيه فماش حاجة خاصة ليوم هم ما يقولتك اكثر حاجة يركز عليها انه يحاولوا ما يختلطوش يصر يعني يحاولوا يقعدوا في الدار طب طوي يلتزموا باللقعات في الدار ما حكينا اول حاجة حكينا فا راهوا لقعات في الدار يمنعك مبرشة مشاكل باي برشة يقعد في الدار تفيرتكم فيفر احتجافة اللي تبدا محليها في الدار ايه وكهو نقعدوا في الدار احنا بيطبيعتنا معناها هون يفيد يقول لائك كل شيه يدبع هذيك فيت اي كونتاكت مع العبد ماتعرفش لا قدر الله كنوع نجم يكون موجودة في الشارع وهذا مش كان لمرضى القلب يظهول للنس الكل هو ذا لان ناس الكل خاطر انتي حتى لو كان كاكبسين لا يكون لديك الظهر أنه تفعل الفيروس ما أنت يراه وتنجم توصل الفيروس هذا العبادة أخرين العبادة أعزازة عليك العبادة قرب منك و هذا هو الخطورة بتاع الفيروس معناها الانتشار السريع هذا وهو اللي معناها يخوفنا برشا أكثر ما أي حاجة أخ معنا أنت تنجم ما تكونش مش يكون فورنبينيني 80% كما حكينا سيدة فورنبينيني معناها سبتيت فورما معناها فماش غرافيتين ما يتنجم أنت تكون سبب أنك توصل مثلا البوك اللي عنده مرض القلب أو الوالدة متاعك اللي عندها مرض مثلا تنفس و هذا المرض معهم مش يكون معناها أخطر وصعيب وأصعب بالدوامتاع راهو مش نعطيه معناها حتى متى تستيماسيون معناها في الإنعاش عادة في الإنعاش كي يبدأ فيروس عادي ولا تبدأ ينافيك سيوم عادية إنسان مش يقعد أسبوع عشر أيام في متين بالنسبة للكورونا راهو ناجم الإنسان يقعد في الإنعاش 21 يوم و 21 يوم يقعد في الإنعاش وهي معناها فترة كبيرة حتى ليخرج منها زادة ناجم يخرج معناها بتاع كورات أخرى و الثاني حاجة يعطيك زادة معناها إنو لو كان أنت ما عندكش نوبر كبير متاع متاع معناها كما يقولون المكينات متاع تنفس ولا الفروشة متاع إنعاش وهذه المشكلة اللي موجودة توجي في تونس وهذه المشكلة اللي معناش برشة سرير معناش برشة فروشات معناش مكينات متاع أكسيجين متاع إنعاش إذاك عليش ماذا بينا أن يفيد لهم ماكسموم أي كنتكت البرة وماذا بينا زادا نستحفظ على روحنا إي سوخطوه إي سوخطوه نستحفظ على الناس الكبار اللي عنا في الدار العزيزة علينا رأي كلمة نحبك مش نحبك كان هافر عام وكهو لي رأوا هذية بالحق طوى بش مبينوا اللي نحن نحبوا والدينا ونبينوا اللي نحن نحبوا جدودنا والناس الكبار اللي عنا في الدار إننا نحميوهم من المرسق بل ما نحميو حتى روحنا نحن هذية هو دكتور هكا وليه؟ ورأوا برميل الفاكتور دو شور مورتاليتي هو الساتوراشون دو سيستام دو سنتي معنا وقت نظام الصحيم تاكيلي ساتوري معاش ناجم يقبل مرضى أخرين رأوا ذاستا فاكتور دو شور مورتاليتي ربي بعد علي نعطوك المشيك الهذية شكرا لك دكتور محمد صالح تبي مختص في أمراض القلب وكيتب عام وساعد في عمادة الأصباب نحن نتحدث عن مدينة الهوية لكي نقول جسد معنا في دقيقة معناها الإجراءات اللي يخذهم من المجلس الوطني بتاع عماية الأطباء أول معناها قرار هو تزويد الملكات الجهوية بمستجزمات الحماية الأطباء ثاني حاجة تأخير العملية الغير استعجالية كل ما هو عملية اللي نجم تستنى نبخراها بش ما ستيروش لسيستام دو سنتيب شيكون السيستام معناها في حالة احنا قولوا ما هيش في حالة ما سم يخدمش لكن في حالة اللي ينجم في أي وقت معناها يقبل معناها مرضى أخرى زادة توسكية توريزي ميديكال زادة صيحة طبية زادة صيحة طبية زادة صيحة طبية الأغلبية فهي ستزويد اوبراشيون نان زرجنت كل ما هو معناها استيتيك ومعناها واحدة كل شيء زادة معناها الحال انك تنجم السبيترات تحاول تقص على الضغط راهو مثلا كي تبدأ مثلا ما عندكش حاجة استعجالية وذي قلنا عليها بكري في العيادات وكل شيء وتنجم تكمل بدوية متاعك ومسا حسنا كتكمل معناها مغير ما تقعد تمشي مثلا في عيادة خارجية تلقى ساعات العبادة قرب بعضها يسر فمتنين زادة لورغنزازيون دي طاندو ترافايل الطبية زادة انصحنا انه نظموا وقاط عملنا ونظموا زادة السيستام بتاعنا في العيادة منافنا في حالة استعجالية دي مماثلاً طبيب هو المهتم بالإستعجالية بش نقص دي مماثن وزادة يركز على قدنا علي إنك حتى المريض كنت طلبك في التلفون ترد عليه وتجاوبه وتعطيه النصائح اللازمة ما تستحقش نسايا حتى وزيدة لو كان يجيك بش يعود لك خطحنا ساعات يجيك الميذ بش يعود لأردنونس تقول لولاية خلي يجيه ونشوفه خاصة للمرضى اللي عندهم معناها أمور سيريولة شوية ماكنت هو يقول لك ليه مس مشكلة معنا حاول انك تنقص على اليوم ماشي وجاي وحاول انت بيدك تحاول معناها تجير السيئاتي مرسي بوكو دكتور غيرتك صحة شكرا لك دكتور محمد بن صالح كانت تطبيب العائلة بالنسبة لليوم نحن نعمل تتيحة صغيرة مع الموزيكة ورجعيني المجديد للزوم 73